موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي وإياكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات التجويد وفي هذه الحلقة نتناول إدغام المتماثلين إدغام المتماثلين هو إدغام حرف ساكن بحرف مثله أي يتفق الحرفان صفة ومخرجا نحو أن يضرب بعصاكه أن يضرب بعصاك الحجر يضرب حرف الباء ساكن وبعده حرف باء مثله نفس الحرف يعني الحرف هو زيته بيجي بعد منه حرف مثله نفس الشي أن يضرب بعصاك الحجر شو يتفق الحرفان صفة ومخرجا أنه نفس الصفة استعلاء استفاله ما إلى ذلك نفس الصفة بيكون ومن نفس المخرج هو الحرف زيته يعني حيكون نفسه إذن يتفق الحرفان صفة ومخرجا نحو أن يضرب بعصاك الحجر لاحظوا كيف بيصير حرف واحد مشدد أن يضرب بعصاك الحجر بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم لاحظوا كيف اللام وبعد مننا اللام الساكنة بل وبعد مننا اللام المتحركة لا فتصبح لام واحدة بل لا تكرمون اليتيم قد دخلوا فتصبح قد دخلوا بصير دال واحدة ملاحظة إذا جاء بعد حرف القلقلة حرف القلقلة خمسة قطب جد يعني القاف الطاء الباء الجيم والدال إذا جاء بعد حرف القلقلة حرف مثله يسقط حكم القلقلة لأن الحرف يصبح مشددا وليس ساكنا وحرف القلقلة يشرط أن يكون ساكن فبيصير هون مشدد قد دخلوا مثلا بنلاحظ هي اللفظة الأساسا حرف القلقلة قاد قاد لو بدي ألفظها بشكل قلقلة فتصبح قاد دخلوا ولكن هون لا يسقط القلقلة ليش شو السبب لأن الدال لم يعد ساكنا بل أصبح حرفا مشددا فتصبح قد دخلوا سيصبح دال مشددا دال مشددا يطبق إدغام المتماثلين على جميع الحروف ما عدا حروف المد الثلاثة الألف الواو اليا نحو يا أيها الإنسان لاحظوا يا الألف الساكنة ما قبل أفتح يا هذا مد أيها بعد منا همز نلاحظ أنه في همزة ساكنة بكلمة يا وفي عندنا همزة ثانية مثلها يعني نفس الحرف الهمزة ومكرر جاي همزة ساكنة بعملنا همزة متحركة حسب القاعدة أنه يكون هناك إدغام متماثلين ولكن هون لأنه يوجد مد يسقط إدغام المتماثلين يعني ما في يقول يا أيها مثلا لا يبقى الماد وما في إدغام يا أيها الإنسان مثال آخر آمنوا وعملوا لاحظوا واو ساكنة بكلمة آمنوا وبعد منها واو متحركة مباشرة ولكن لأن هذه الواو مدية حرف ماد ما بيكون في عندنا إدغام يعني ما فيه يقول مثلا آمنوا وعملوا لا هذا خطأ نقرأ آمنوا وعملوا عادي مثال الثالث أنا عم بعطي مثال على كل حرف من حروف الماد الألف بعدين الواو هلأ الياء اللائي يأسن نقرأها اللائي يأسن مثلا بهذا الشكل ولا يغن إدغام المتماثلين إلا في موضعين بس مطرحين النون عند النون ويسمى إدغام بغنة نحو من ناصرين يعني هذا المكان يغن فيه في غنة على النون بالحروف الثانية ما فيه من ناصرين والميم عند الميم ويسمى إدغام شفوي نحو لهم ما يشاءون لاحظوا الميم الساكنة وبعدها ميم متحركة فهم بيكون في عندنا غنة بتصير هيك لهم ما يشاءون فيها مثال آخر لهم مغفرة يكون عندنا غنة في هذا المجال إذن عند الحرفين النون عند النون والميم عند الميم بيكون في عندنا غنة والباقي ما بيكون في غنة مطلقا نرجو أن تكون الحلقة فيها إفادة وأن يكون الشرح وافيا ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من حلقات دروس التجويد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة